اهلا وسهلا فيكم مرة ثانية بالفيديو الماضي احنا تعلمنا كيف اضفنا النصوص طيب لكن في شغلة احنا لاحظناها بس ما ذكرتها انا في الفيديو هاد من حل شغلة صارت عنا لما اجينا عن نص وضغطنا على الفاميلي فونت ما كان طالع عنا اي نص موجود هون طيب انا كيف بقدر اضيف نصوص على المشروع تبعي الان انا عندي المشروع ما بقرأ برنامج انجين النصوص الموجودة في الكمبيوتر مش زي برنامج الورد مرامج على الكمبيوتر بده بطلب منك النص يكون موجود في المشروع كيف عشان يضيفه على اللابة طيب احنا هنضيف نصين الان النص يكتب باللغة العربية ونص يكتب باللغة الانجليزية خلينا نبدأ لو فتحنا جوجل وكتبنا فري فونت فري فونت فري فونت رح يطلع لنا في موقع مشهور جدا اسمه 1001 فري فونت هذا الموقع بنزلك نصوص على الانترنت خلينا ننزل واحد من هدول تضغط على داونلود بتختار مثلا نسوي له save link as نحطه على الديسكتوب اضفنا ونفس الايش بدك تسويه بدك تكتب تحميل الخطوط العربية بتدور على المواقع بتختار نص بس بدي اعطيك ملاحظة بالنسبة للغة العربية بدك تجرب اكثر من نص لان ممكن تضيف نص جول Unreal Engine ويعطيك اشارة غلط يعني شوف المثال هاد رح اكتب كلمة انا باللغة العربية هون خلنكتب اهلا لاحظ انت كتب احرف باب باب ونفس ايش اكتبت السلام عليكم لو انا اضفت نوع خط عربي بحكي عربي وايضا ما قبله البرنامج فيه ممكن يكون الخط نفسه المضاف له خواص انجليزية ومش عربية فبدك تنتبه على النوع الخواص الخط اللي حتحطه فبدك تأكد لو كتب صح معناته اشتغل كل شي مزبوط عندك رح تتعب شوي باضافة الخطوط العربية الان انا اضفت نزلت سويت download لهذا الملف خلن رح على ال desktop عن هذا الخط العربي اللي جبته جبت واحد جهزته وخلينا نشوف هذا الملف نسوي له extract نجيب الملف لاحظ هون في عندي الخط المايل الخط الغليظ الخط المايل الغليظ انا بس بدي الخط هاد خلينا اسحب بحطه كمان هون فصار عندي خطين واحد اسمه واحد اسمه بدنا نضيف الخطين كيف نضيف الخطوط نرجع احنا على الشاشة الرئاسية تابعتنا نضغط على الضغط على ادخال بعد ما نضغط على امبورت نطلع فوق نقبس على امبورت نروح على الديسكتوب نختار الملفين العربي الانجليزي الى هذا نضغط open yes بقول لي بدنا تضيف ممتلكات خطوط جوا برنامج بيقول له نعم yes صار عندي الممتلكات والخط كيف شكله خلينا نجرب جوا البرنامج نبدأ نرجع اول اشي نكتب 100 هذا الشكل الاصلي اللي كان عندنا من الاساس خلينا نختار الخط الاجنبي اللي جبناه الانجليزي لاحظ انت الخط الانجليزي كيف كان ولو كتبنا بالانجليزي hello هذا هو الخط الانجليزي طب لو كتبنا بالعربي اهلا نفس المشكلة طب خلينا نحوله للغة العربية لاحظ وقبله لان انا جربت الخط قبل ما اعرض اسجل الفيديو جربت ثلاث انواع خطوط حتى اه لا فيه هذا الخط الثالث قبله السلام عليكم ممتاز جدا الآن خلنا العرض هاي ونحطه هون فصار عندنا النص موجود لو عملنا كومبيل سيف خلينا نشوف منظر وجوه اللعبة صار بإمكانك الآن تسوي لعبة باللغة العربية وتسويها مثلا لأصحابك في المدرسة لإشي فيها النص باللغة العربية كان مهم جدا عندي أنا من الأول فيديو قلت لكم حنكتب بالعربي بس كان لازم نوصل للمرحلة هاي حتى أشرح الكتاب باللغة العربية أنه أشرح موضوع الوجت وكيف تضيف النص وتقدر تستخدمه في الكتابة طيب نرجع إحنا لأرقاء الرقم الأصلي بس عشان إحنا الآن ما رح نكتب نصوص من الأرقام نكتب مية وبنا الخط اللي هو خلال نضغط على هذا الزر اللي هون رجع للخط الأصلي اللي هو الروبوتو ما بدي أخص هو تغيير في النوع الخطوط أنا وأنت يعني براحتك بس أنا حاليا بدي أخذ نفس الخط كومبايل سيف هذا الرجاء كل إشي زي ما كان كل إشي زي ما كان بالتوفيق بشوف في فيديو لابده موسيقى 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 شكرا